مسائل فل يا اصدقائي عاملين ايه ويا رب تكونوا بخير طيب مبدأ ايا كده درس النهاردة مكانش من ضمن حلقات الكورس على الاطلاق ولكن بصراحة في بعض الناس طلبت النوعية دي من الدزاينات وطلبت ان انا عمل منها دروس وانتوا عارفين ان في الحاجات دي مقدرش يتأخر بصراحة فضفت الدرس ده بداخل الكورس هيبقوا بدل اربع دروس هيكونوا خمسة طيب يا صديق النهاردة ان شاء الله تاني حلقات كورس حمدي الخاص بالسوشيال ميديا واللي تكلمنا في الدرس الاول عن اسرار كتيرة وحاجات كتيرة جدا مخفية وشرحنا بالضبط ايه هي الحاجات اللي بتخلي الدزاين بتاعك يكون احترافة في درس النهاردة بقى جايلك بشوية اسرار جديدة خالص عن الدرس اللي فات وهي اول حاجة معي عايزة فاهمها لك هي ان كلمة التغذية البصرية مش كلمة هتسمعها وكل ما تسمعها تقول حضر هبقى عمل تغذية بصرية وتنفض ولما بتنفض او بتنسى بتجي بعد فترة تسأل نفسك هو ان ليه ما بعرفش اجيب افكار وليه دماغي بتقف فانا بقى جايلك بالحل ان شاء الله في المشكلة دي فيا صديقي مش عايز اطول عليك هنا ولكن كلمة اخيرة هقولها لك ما تبخلش علي بالاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل اللي جاي ويالله بينا نخش في الشرح على طوال طب يا صديقي دو الصور ان شاء الله اللي هنشتغل عليها في درس النهاردة لكن قبل ما نبدأ الدزاين انا عايز اقول لك كمان انا جبتي الفكرة من اي فانا قبل ما بصور اي درس لازم انا بدخل على بنت ريست او على بيهانس وببدأ اعمل شوية تغذية بصرية حلوين جدا علشان ابدأ طبعا اكون فكرة وابدأ اشتغل عليها فالتغذية البصرية مهمة جدا وماتنى فضلهاش مهما ان كنت محترف لازم برضو بتدخل انك تعمل تغذية بصرية شبه يوميا فانا بشبه الموضوع سريعا كده بلعاب الكورة هل مسأل لعاب الكورة مهما كان مستوى عالي ده يمنع ان هو ما يتمرنش طبعا لا فيا صديق التغذية البصرية مطلوبة يوميا علشان دماغك ما تقفش طيب خلينا سريعا نخش في موضوعنا فكرة الدرس النهاردة هي بالفعل موجودة على بنت ريست لكن انا حبيت ناخد الفكرة في حتة تانية ونضيف عليها بعض اضافاتنا ونحط عليها بعض اللمسات الخاصة بنا لان في ناس كتير منكم بعثتت للنوعية دي من الشغل وطلبت اني اتعرف ازا بيتنفق فكمان يا صديقي موضوع تنسي الالوان لو عندك اي مشكلة فيه طبعا برضو هقولك تغذية بصرية وهفاهمك دلوقتي الموضوع عملا فانا سريعا هنفتح مقاس كده على الفوتوشوب هيكون 3000 بيكسل في 2000 بيكسل في رزوليوشة 150 ووضحنا المقاس زي انا بعمله بناء على ايه في الدرس اللي فعل فهقول اوكي تمام هتلاقي المقاس عارض شوية بالشكل ده طيب ديزاين النهاردة هيكون عن طبعا الالوان انا اخترتها بناء على الوان الهوية البصرية بتاعت البنك ولكن لما دخلت اعمل كمان تغذية بصرية للالوان لقيت ان الالوان دي كويسة جدا وتنفع ان هي تكون معايا في الدزاين فعملت ايه بقى؟ كل اللي انا بعمله هو ان انا ببدأ ااخد من الدزاين نفسه بالشكل ده وببدأ وهروح كده على الفوتوشوب هنا هيبدأ يحط لك الدزاين بالشكل ده هنبدأ نعمل من نفس الالوان دي بكل الدرجات زي ما هي يعني انا واقف كده على الدزاين اهو هبدأ اروح لبكجراوند وهبدأ ادوس هنا عند الادجاستمنت لير والسولد كالر بالشكل ده هيفتح لك القائمة دي هبدأ ادوس كليك على اغمق درجة في البكجراوند هتبقى معاك بالشكل ده كمان ممكن نختار الدرجة الاغمق شوية مثلا اهو وهبدأ ادوس له اوكي هعمل نيو لير من هنا كده وهبدأ اروح للبراش تول هبدأ اكبر السايز واختار البراش الخفيفة وهبدأ ادوس واسحب اللون اللي هو الفاتح هنا هتلاقيه بدأ يبقى متغير معك في المربع ده اهو وهقبر السايز شوية كمان طبعا لو هنا عندك قليلة ابدأ قويها مية في المية وهبدأ ادوس كليك كده هتلاقيها نورت معاك هشيل اللير اللي هو بتاعة الدزاين وهبدأ امسك اللير اللي هي بتاعة دي اوسعها شماله يمين بالشكل ده فلما تجي تبص طبعا هتلاقي ان الالوان بقت قريبة جدا لكن في الوان الدزاين اللي معنا هتحس ان هي بتاعها عالي شوية فكل اللي هتعمله انك هتنزل على اللير بتاعة وهتبدأ تروح عند مرة تانية وهتروح عند هيفتح لك الساهمين دول هتبدأ تزود هنا وهتبدأ مثلا تعالي فبص هتحس ان الموضوع بدأ يبقى قريب معك بكل سهولة وسلاسة طيب هبدأ اشيل الدزاين ده خلاص مش محتاجه طبعا لو هي قوية حابب بقى تقلل حابب مش عارف ايه هنزبطها مع الدزاين ان شاء الله اللي عايز اوصله لك ان الموضوع الالوان انت بتقدر انك تخش تعمل تغذية بصرية او تبدأ تشتغل على الالوان موجودة بالفعل لحد ما موضوع الالوان يبدأ يتزبط معك طبعا ان شاء الله مع الوقت مش هتبقى محتاج انك تعمل كده وهتبقى عارف الدرجات وتبقى عارف كل حاجة انت بتعمله بس خلينا اجرب معاك مرة تانية معلش على اساس ان الموضوع يبقى متثبت في ذهنك اكتر فانا هروح كده معاك على مرة تانية وعجبتني الدرجتين دول هبدأ زي ما قلنا هنعمل سكرين للالوان دي او للدزاين ده وهبدأ كنترول سي وهروح كده على الفوتوشوب كنترول في اهو طيب اللون دول ممكن نعملهم فانا هبدأ زي ما انا واقف كده على اللير هبدأ انزل تحتها كمان وهروح عند وهروح عند الجراديانت هنا كده هيفتح لك القايمة دي هدوس هنا كده بالزبط هيفتح لك القايمة دي برضو هبدأ ادوس هنا على السهم الصغير وهختار مثلا اي درجتين يكونوا مع بعض تمام هجيب لك سهم شمال وسهم يمينة ضابل كليك على السهم اللي على الشمال وهبدأ ادوس كليك واحدة اهو شايف انا هدوس تفين طبعا لو انت محتاج تخلي اللون ده يبقى هو اللي فوق فانا هختار اللون التاني اهو وهبدأ ادوس له اوكي هروح للسهم اللي هناك ده وهبدأ ادوسها على الدرجة التانية اوكي تمام هتلاقيها ان هي يعني هدوس هنا اوكي برضو وهتحس ان الموضوع جاي من فوق لتحت مش جاي بزاوية زي ما هو معمول في الدزاين طيب كل اللي هتعملو انك هتخلي السهم ده تجاهه يبقى رايح لفوق كده اهو يعني كل لما تقلب اهو شايف هتفهم انت الموضوع عامل ازاي اوكي اشيل الدزاين هتلاقي ان الدرجتين بدأوا يكونوا معاك بسهولة جدا والموضوع سهل خالص انك تزبط مشكلة تنسيق الالوان هو بس محتاجة انك تشغل دماغك وان شاء الله ربنا يوفقك يلا بقى بينا نخش على ديزاين النهاردة سريعا ده كده الالوان اللي هتبقى معانا في الدزاين فانا اول حاجة هاخدها من الصور هي الفيزا دي هبدأ اشدها معي على الفوتوشوب وهبدأ اقلبها شوية كده شايف وهبدأ انزل يا صديق الجزء ده من هنا واسحب الجزء ده من هنا ونديس من الكيبورد اهو انا بس محتاجة ان هي تبقى زي نايمة كده شوية اهو هتبدأ تزبط اتجاه بالشكل ده طبعا لو ممكن اسيب لك الفيزا دي متزبط اتجاهها كده لو انت مش حابب انك تعمل الخطوة دي عادي تمام طيب الخطوة اللي هعاملها بعد كده هو ان انا هجيب الماجيك توول وهبدأ دوس SHIFT وهبدأ دوس على الشادو اللي هو برة الفيزا بالشكل ده هدوس كليك يمين على اللير وهعمل وأروح هنا عند المربع وهدوس كليك eyes طيب انا عملت ايه انا فصلت للشادو من الفيزا بالشكل ده ctrl z علشان اخلي الشادو زي ما هو انا كل اللي هحتاجه من هنا هو الفيزا فقط. فهعمل منها كابي كنترول جاي بالشكل ده. وهبدأ اطلع اللي احنا لسه عاملين منها كابي دلوقتي الفوق شوية. وهرجع تاني للليارات. اخد معايا صورة الخشب بالشكل ده. انتر. وكنترول قلت جاي زي ما انا واقف هيبدأ يدخلك الخشب جوة الفيزا بالشكل ده. طيب كنترول تي. وسبت صبعك على الكنترول وابدأ اسحب اول جزء ده نحية الكورنر بتاع الفيزا بالشكل ده. والجزء ده برضو هتشده هنا. والجزء ده يا صديقي هنا. والجزء ده هنا. وابدأ بقى ازبط لو في حاجة خرجت برا او حاجة اهو. اهو. تمام هتحس كده ان الموضوع خلاص بقى مزبوط. طيب فكرة الديزاين عشان انت ما عليش انسيت اقولها. فكرة الديزاين بتقول ان انت تقدر تتسوق من بيتا. سيت اقولها ايه. طيب هو مكتوب اصلا قدامكم في الديزاين. ما عليش الواحد احيانا بينسى بس في تفاصيل صغيرة. طيب انا كده خلاص هدوس كليك يمين على اللير بتاعة الخشب اهو. وعشان امسك الفيزا مع اللير الخشب هدوش وكليك يمين اختار تاني اللير. انت كده مسكت الاتنين مع بعض. تقدر بقى تعملهم كلينك كده مع بعض او كجروب زي ما انت حابب. تمام اهو. ابدأ بس ازبط. وخلي حاول تخلي كون ظاهر يعني على قد ما تقدر. وتعال بقى نروح على الصور. طيب صديقي دي صورة الشخص اللي هنبدأ نشدها معان اهو على الخشب. هنخلي اللير بتاعها يكون اول لير فوق. وهبدأ طبعا اصغر حجمه بالشكل ده. وهبدأ كمان ازبط قعدته. انا ممكن امسك الليرات بتاع التلفيزا كلها. وكمان شفت كده وكليك يمين. وامسك كمان الشادو. وحاول ازبط القعدة مع جسم الشخص. اهو. يعني ما تبقاش مرفوعة قوي من من الجزء اللي ورا ده على اساس ان هو ايه? يباني ان هو قاعد تمام يعني ما بقاش في اي مشكلة خالص. تمام? فخلينا اقول ان كده زي الفل. هبدأ بس اجيبه نحية الشمال شوية. تمام? ممكن ان اكبر حجمه السيكة صغير اهو. تمام. هبدأ اروح للصور اللي معنا. هفتح صورة الكرسي. فانا اخدت الكرسي ده مقصوص سريعا كده معنا اهو. هبدأ اجيبه معي هنا. وهبدأ اصغر حجمه. مسلا في الجزء ده كده بالزبط. طبعا اخلي اللير بتاعته تبقى تحت الشخص. اهو. تمام? واجيب الشخص نحية الشمال شوية مع صغره سيكة. وكمان الكرسي ده يصغر شوية. شخص ممكن نزبط اتجاهه شوية بالشكل ده. تمام? وبعد كده هبدأ اخد معي اللمبة دي او الابجورة دي. هصغرها طبعا. عشان كبيرة قوي اهو. هخلي اللير بتاعها يبقى ورع بالشكل ده. وهصغرها. هخلي حجمه يكون مناسب مع الكرسي. وممكن همسك الكرسي كمان. وهبدأ اصبطه مع هما الاتنين على اساس ان الموضوع ما يكونش باين ان هو ايه مش مزبوط. تمام. كل ما هتحس ان القعدة مش مزبوطة هتبدأ تمسك الليرات دي. احنا ممكن نعملهم جروب. اهو. علشان تريح دماغه خالص. هخلي ده يبقى تحت خالص بالشكل ده. كل ما هتحس ان القعدة مش مزبوطة هتبدأ اهو. وتحرك الاجزاء دي بالشكل ده اهو. اهو. لحد ما تزبط القعدة مع اتجاه كل عنصر انت حطوا في الدزاين. اهو. اهو. انا كده حسيت ان القعدة تمام مريحة. وحسيت ان العناصر موجودة على الخشب تمام ما فيهاش اي مشكلة خالص اهو. هبدأ اخد معي الصورة بتاعة الشجرة الصغيرة. طيب قدنا علشان نبدأ نحزف الابيض هروح اجيب الماجيك تول من هنا وهبدأ ادوس كده هيبدأ يعمل لك على الابيض. هبدأ ادوس وادخل السنة دي الجوة بالشكل ده. لكن لو زومت هنا هتلاقي ان في حيطة صغيرة جدا موجودة جوة بالابيض طبعا هو مش هيشوفها. فانا علشان هدخل لها هعمل ايه? هبدأ اروح ان دل سليكت وبعد كده السيميلر دي هبدأ ادوس عليها. هيبدأ يدخل لك السليكت جوة اي حاجة بيضة بالشكل ده. هدوس وانتر ودليت من الكبار. دي علشان اشيل السليكت اللي على الصورة. وهبدأ اخد الجزء ده كده معي. اصغر طبعا شكلها شوية او حجمها شوية. اهو. قبر سيكا. هبدأ بقى ازبط الشخص ما بين العناصر دي. واخلي احجامهم تكون مزبوط. اهو. خلينا اتقبر كمان الشجرة دي شوية بالشكل ده. طيب وهرنع لصور لسه معي القطة. القطة طبعا مقصوصة برضو علشان متاخدش معك وقت او. هبدأ شدها وهخليها تكون اول لير فوق. هبدأ بس اعكسها بالشكل ده. وصغرها. وهحاول اصغرها لحد ما خلي ايديها تبقى على رجل الشخص بالشكل ده. طيب. الحتة المفروض بتاعت ايديها دي المفروض تبقى وارا رجليه. هي تفصيلة صغيرة لكن معلش. هجيب البنتول وهلف اللفة بتاعت رجليه بالشكل ده. وهبدأ كنترول انتر. كليك يمين على اللير هعمل راسترايز. هجيب المربعة وهدوس كليك يمين. هجيب كده هو خلاص عمالي الحتة دي في اللير الواحدة. وهبدأ انزل بالليير دي لحد تاعة. طبعا معلش تفصيلة صغيرة لكن سامحوني يعني. طيب انا ممكن امسك الايد والقطة نفسها بالشكل ده. وهبدأ اطلعها الفوق كده على اساس ان يدوب تبقى بينا ان هي يعني معلش يعني تفصيلة صغيرة سامحوني. طب يا صديقي هنا بقى نجي عند المنتج اهو اللي هو المفروض الشخص يعني اشتراه كده. طيب انا عايز ادخل المنتج جوه الكرتونة سريعا وبسرعة وبدون اي مشكلة. اركز بقى. انا هدوس كليك يمين على اللير الكرتونة واختار اللير بتاعها اللي هو بتاع الشخص يعني. وهجيب البنتول وركز انا هقص منين? انا هقص الوش بتاع الكرتونة من برا يعني اهو. شايف? انا مش هقرب لأي حاجة تانية. انا هاخد بس الجزء ده. اهو. كنترول انتر. وهاخد منها قوي يعني كنترول جاي. هتلاقي ان دي بقى اللير لوحدها. هتجيب بقى المنتج يا صديقي وركز. هخلي اللير بتاعته تبقى تحت اللير اللي احنا لسه قصنا حالا. علشان انا نزلته بس خالص يعني انا همسك اللير اهي. هجيبها فوقه. هتلاقي ان هو بدأ يخلي لك المنتج جوه الكرتونة. فهنبدأ نزبطه كده اهو. طيب المفروض انت بتشتري اي منتج بيبقى فيه مثلا زي فل او ورق او اي حاجة فانا سريعا رحت على جوجل كتبت كلمة ورق وهبدأ اختار الشكل ده. نسخ الصورة وهروح على الفوتوشوب كنترول في وهبدأ سريعا هعمل وبعد كده وبعد كده هعمل ماسك من هنا وهبدأ امسك الجزء ده كده اهو. هخليه يكون قدام المنتج مسلا بالشكل ده. وقلته وهسحب عشان اعمل كاب برضو وهنزل باللير دي وراء المنتج بقى او بالشكل ده. هبدأ يعني هوزع الورق وكأنه ايه اللي اتنين مش واحد او هتحس ان الموضوع بدأ يبقى واقعي شوية والدنيا لذيذة تمام? احنا كده لسه ما زبطناش الشادوز بتاعت اي عناصر ولا عملنا اي شغل لسه في الدزاين. هبدأ اعمل بقى يا صديقي الشادو. بس الشادو هعمله بناء على اي ركز معي. الشادو انا هعمله بناء على مصدر الاضاءة اللي جاي من وراء العناصر بمعنى. انا دلوقتي هنزل لتحت كده وهقف على اللير بتاعت اللي اللي وراء دي وهبدأ اعمل مرة تانية وهجيب ولكن المرات دي هخلي اللون يكون ابيض شوية بالشكل ده وهدوس اوكي. هصغر وهبدأ اقلل الفلو من هنا مثلا خمسين في المية وهدوس كليك كده واشوف. انا كده خليت مثلا مصدر الاضاءة يبقى جاي نحية الشمال شوية بالشكل ده. يبقى انا المفروض هخلي الشادو بتاعي كله واخد الاتجاه. انا بس عايز اوضح لك الامور بالبروش اهو. عايز بقى الشادو كله يبقى واخد الاتجاه اللي هو ايه مع اتجاه الاضاءة الناحية اليمين. تمام? فخلينا سريعا عمليه برضو ونشوف مع بعض. انا هبدأ امسك اول حاجة الشجرة دي هبدأ ادوس كنترول جاي هاخد منها قبي وهامسك اللير اللي تحت. كنترول تي وهسبت صبي على الكنترول علشان اميل كده اللير بتاعتها بالشكل ده. يبدأ خليها تبقى رايحة في الاتجاه مزبوطة اهو. تمام? وهسودها بالشكل ده. فانت كده عملت الشادو للشجرة دي بكل بساطة. هنزيلها بس لتحت شوية اهو. تمام يعني المفروض تبقى مرفوعة كمان نحية اليمين شوية مثلا كده. وهبدأ اقلل من هنا بالشكل ده. وهبدأ اروح عند فلتر وهنستخدم بقى ايه الفلتر ده? سريعا اهو. تمام? طيب الشخص ده انا همسك اللير بتاعته برضو. هاخد منه كابي برضو. وهبدأ زي ما قلنا. هميله كده شوية. كنترول يو. اسود وهكذا برضو. اهو. تمام? مقلل. اهو. عايز تشده مسلا نحية اليمين شوية يتبقى بالشكل ده. ما فيش اي مشكلة. اهو. طبعا اي حاجة مش مزبوطة او تقيلة او بتاع ممكن بالاستيكة. خلينا بس اجيب الاستيكة الخفيفة. وهقلل الفلو من هنا. وهبدأ احزف كده اول الشادو على اساس ان هو يباني ان هو تقيل من على الشمال وخفيف من على اليمين. كمان برضو القطة. طيب لو القطة ما زبطتش معي لان هي وقد اتجاهها عكس شوية ممكن اعمل ايه? ممكن زي ما انا موقف على بتاعت القطة كده. هعمل تحتها نيو وهجيب البراش تول. اهو. ولو ضغطت الدايرة دي لتحت كده شوية تبقى معي بالشكل ده. هقلل الفلو من هنا مسلا حداشر. وهبدأ انا نرسم الشادو للقطة سريعا كده اهو. اهو. تمام اهو. طبعا لو في حاجة تقيلة ومش مزبوطة معلش هنعرف ان انا ايه دي سريعة شوية عشان وقت الفيديو والله الفيديو بس مش عايز يسحب لنص ساعة ولا حاجة. الاخر بتتخضه من من الوقت يعني. تمام? كده هقول ان الدينية تمام بالنسبة للعناصر دي. هبدأ اعمل شادو سريعا بقى للكرسي. فانا هقف على الكرسي. وهنزل تحته. وهبدأ اعمل وهجيب البراش تول. هعمل مسلا ايه? كده. وهبدأ اسحب مسلا اهو من اليميل للشمال بالشكل ده. علشان بس يعمل لك الشكل اللي انت شايفه ده اهو. هبدأ اضغطه شوية. واتطول يا معلم. طول 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 اهو. اهو. تمام? طبعا اللي جوه ده مش شرط انه يبان قوي لان الموضوع يعني مش اه تمام? في طبعا شادو خرج مني بره فانا هحزفه بالاستيكا. كده الدنيا تمام ما فيهاش اي مشكلة في بس شادو هنا للخشبة دي ممكن نعمله اهو. علشان ما نبقاش بس مسقطين حاجة. على فكرة. فكرة ان انا ممكن انسى بعض الحاجات يا جماعة فاعذروني. لقيت ان انا بيبقى تركيزي في حاجات كتيرة جدا فسامحوني معلش. تمام? انا هنا اقف على خشبة. اهو زي ما انا كده. وهبدأ اعمل اهو هروح ان بالشكل ده. تمام? وهبدأ شايف انا هعمل ايه? انا هبدأ ازود هنا شايف 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 شايف. اظهر بس تفاصيل الخشبة اهو اعتقد كده شكلها حلو بص كده قابل وبعد زي الفول. طيب الخطوة اللي بعد كده ممكن اروح عندي الفيزا وهعمل وهبدأ ازود مسلا الكنتراست وهزود بالشكل ده. على اساس ان الدنيا معي ما تبقاش طافع يعني اهو. وهبدأ اخلي كل الكلام ده في جروب من عدل آآ الباكجراوند خالص او اللايطات. يعني انا هخلي كل الكلام ده في جروب لوحده اهو. على اساس ان انا لو حابيت اكبره وكبره ومش عارف ايه الكلام ده كله. هنزوم كده على الشخص ده لو بصيت في اخر الشعر بتاعه هتلاقي ان هو فيه لون كده موجود كان في الباكجراوند اللي انا قصيتها. فانا هقف على بتاعته اهو. وهعمل نيو لير من هنا وكنترول وهجيب اللون الاسود عادي. وهقلل الفلو طبعا زي ما قلنا وهبدأ امشي على طرف الشعر بالشكل ده بص بص. هقلل بس اهو. هتلاقي ان مشكلة اللون دي اختفت معاك بدون اي مشكلة يا صديق. تمام تمام. طيب هقفل الجروب بتاع كل العناصر اللي موجودة دي. وهبدأ اروح هنا عند الادجاستمينت الير وهروح عند السليكتف كالر. وهدوس كنترول الت جي على الاساس ان انا اللي هعمله يبقى ملوش علاقة خالص بالباكجراوند. طيب هنا زي ما قلنا بديبدأ نمسك كله لون لوحده. اهو نتحرك به. يعني انا هنا عند الريدز اهو. ابدأ يا صديقي زبط بقى الوانك. ده كده بعيد عن الباكجراوند خالص. هبدأ اروح للاصفر. اهو. اهو. هروح عند اللون. تركواز وركز هنا ما تغيرش لون الفيزا او لون اي حاجة لها علاقة بالهوية بتاعة البنك. فخلاص مليش دعوة بالازرع مش مشكلة هروح للابيض مثلا سريعا اهو. هخلي لون التيشيرت يكون قريب شوية من لون الكرسي اهو. تمام الرصاصي. فخلينا اقول ان كده تمام هنشوف قبل وبعد. طبعا فرق كبير وواضح. طيب تعال ابقى عند البيجراوند هبدأ انزل كده هقف عند اللي انا عملها دي تمام. ممكن نعمل من هنا وهبدأ اغير مثلا اللون ده. وازود مثلا اي لون برضو لو انت حابب او تكبر او تعالي او تواطي زي ما انت شايف اعمل مفيش اي مشكلة. وهبدأ طبعا احط الكلمة اللي هي تسوق بفونت حمدي فيتو اللي هو الفونت بتاعي. تمام? وهبدأ اخلي اللون بتاعي يكون ابيض بالشكل ده. وهصغر الجملة كده. ركز بقى انا هعمل ايه? بس خلينا نحط كلمة بشتري. اهو هبدأ امسك اللي اتنين مع بعد وهعمل لهم وهدوس وهبدأ اثبت صبع على وهزق الجزء ده لجوه. واخرج الجزء ده لبرا. من هنا كده على اساس ان الكلمة تبقى شايف عاملة ازاي وكأن الشخص بيبص عليها يعني. تمام? وهنحط كل احتياجاتك. تمام? ونفس الخطوة برضو. وهبدأ ازق الجزء ده كده زي ما قلنا. اهو. تمام? والجزء ده هنبدأ. ازبطه كده اهو. صغر يا معلم. ازبطها. اهو. امسك بقى كله مع بعضه. صغرهم شوية. هتومتح. امسك بقى كل الكلام ده بعيدا عن زي ما قلنا. كبر. لا مش كده. كبر كده نسبة وتناسب اهو. تمام? تعالى بقى على الديزاين ككله بقى هنبدأ نعمل تون. يعني انا هقف على الديزاين اهو هبدأ اعمل هبدأ اقف فوق خالص على الاول وهبدأ اروح هنا عند بالشكل ده. هبدأ اجيب مثلا النايت دي. وهبدأ اخلي النورمال هنا اخر واحدة. وهقل وبست شوية. اهو. هتجي تبص كده. هتلاقي ان هو بدأ يخلي لك الالوان كلها قريبة من بعض. هروح عند بالشكل ده. وابدأ يا باش اشتغل هنا بقى ايه. اهو. بس خف ايديك طبعا. هغير الشادوز هنا. وهبدأ احرك او ايدي. اهو تبص كده قبل وبعد. طبعا لو النتيجة عالية منك وحابب تقلل ممكن تقلل من هنا. ما عندناش مشكلة. طيب لو انت حابب تخلي الدزاين يكون فاتح شوية ممكن. فتح او او تقلل زي ما تحب. زي ما تحب. فتعالوا نبص كده. الموضوع لزيز وسهل جدا. بص يا صديق اهم ما في الكورس هو ان انا عايز اديك المعلومة بدون ما تحسي باي صعوبة او ملل. ومن غير ما تحس فعلا ان الموضوع مستحل انه يتنفذ. فبحاول ابسطلك والله على قد ما قدرت. فخلينا نقول ان احنا كده وصلنا لاخر الحلقة او لاخر الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.